عندما ننظر بنظرة واقعية أكثر نشاهد من يتصدرون أو بعض من يتصدرون للخطاب الإسلامي على مختلف دول العالم وعلى مختلف الأصعدة أيضا لا يمثلون هذا الخطاب الحكيم ولا يمثلون الصورة الإسلامية التي تتحدثون وتطالبون بها الذي الحقيقة نشاهده في كثير من الوقائه هو الاندفاع ومبادلة الأحقاد بالأحقاد والحماقة بالحماقة والطيش بالطيش بل أحيانا بأشد من ذلك وخذ من العبارات السيئة والمسفة للغاية التي لا تليق بأدب الإسلام ولا بحكمة الإسلام السؤال هل رأيت حماقة قابلت حماقة فانتصرت؟ حتى لو كان معها الحق بل وحتى لو كان معها القوة المفرطة القوة المفرطة ولهذا ونحن نتحدث عن القوة المتناهية يقول الله عز وجل عن الملك النبي داود عليه السلام فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوتا وآتاه الله الملك والحكمة تأمن قرن سلطانه والقوي المنيع بالحكمة مع داود عليه السلام التأييد بالنبوة وقوة السلطان وهو ملك من الله عز وجل أتاه الله الملك ومع ذلك كان لابد من الحكمة فذكرها الله عز وجل هذا في السلطة والقوة ما بالك في السجال بالقوة النائمة نعم هناك قوة سلبة وقوة نائمة نحن نتحدث عن القوة الناعمة الآن لهذا قال الله عز وجل عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو نبي الرحمة والحكمة وإنك لعلى خلق عظيم ومن أعظم مظاهر الخلق العظيم الحكمة البالغة كما يقول الله عز وجل وأنزل الله عليك الكتابة والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة والحكمة هنا حكمة السنة المطهرة السنة مليئة بالحكمة وقيل له صلى الله عليه وسلم لاحبا قد تأذى المسلمون من المشركين قيل له أدعو عليهم يا رسول الله فقال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة